بسم الله الرحمن الرحيم الأساتذة الزملاء المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازم نكون عارفين أنك بتمتهي المهنة اسمها المحامة وهي فن رفيع علمونا الأساتذة أن المحامة فن رفيع ذلك أنه حين يلجأ إليك المتهم ليتقي بك شدة صدمته حين يسلط عليه سيف الاتهام وهنا يتجلى دورك المهم في حق الدفاع المقدس الذي تمارسه بمقتضى هذه المهنة العظيمة المحترمة تلك القداسة التي لا تحتاج إلى سلطة ولا تلزمها قوة لأنها نابعة من ذاتها ولا يمارسها إلا من كان يمارسها في بساطة وتواضع أن القداسة لا تكون إلا في البسطاء المتواضعين وسبق أن أوضحنا أن دور المحام شاق جدا وأن مهنة المحامة من المهن الراقية الشاقة ذلك أنها تستلزم منه معرفة واسعة وعلوما كثيرة فالقاضي يتولى الترجيح والمقارنة أما المحامي فيتولى الإبداع والتأسيس هنبدأ في المرحلة الجاية نتناول القضايا المشهورة المتدولة التي تعرض لكم في مستهل حياتكم هنتناول منها بداية قضية الشيك هنتكلم في الشيك والتبديد وخيانة الأمانة والنصب والمخدرات والجرائم الإلكترونية وكافة القضايا التي تعنوا للمحام الشاب المبتدئ والقديم وكافة المشتغلين هناك قضايا متداولة وجرائم منتشرة هي التي سنتناولها بالبحث والتوضيح ومش هنشرح ولا هنعلم لأن العلم موجود في الكتاب لكن هندي الملاحظات اللي يلزم أنك تكون عارفها اللي علمتها لنا الخبرة السنين هنتكلم النهاردة عن أول حاجة عن جريمة الشيك أول حاجة نعرفها عن الشيك وحارفينها كلنا أكيد أن الشيك كان نقودي سواء بسواء يعني الشيك فلوس حين يصدر شخص شيك فقد أصدر أموالا لا بد أن يصرف أن يكون له رصيد إذا لم يكن تمت الجريمة وقامت إصدار شيك بدون رصيد معنى هذا أنه مفصول عن سببه لا عبرة بسبب تحريره أول حاجة مجرد إصدار الشيك يلزم صرفه طب أنا أصدر لي شيك تمن بضاعة وما وصلتش أقدر أوقف صرف الشيك ما تقدرش يتوقف صرف الشيك حتى لو أثبتت أن الشيء اللي تحرر الشيك لأجله ما وصلنيش ومش هيوصل برضو تدفع قيمة الشيك ثم تلجأ بعد كده بدعاء ورد غير المستحق لكن جريمة الشيك قائمة لو أنت مسددتش هذا الشيك وده مفاد كلمة أن الشيك مفصول عن سببه إيه المعلومات والبيانات التي تلزم في الشيك يلزم في الشيك أن يكون موقعا ممن حرره زي ما محكمة النقد قالت أن التوقيع هو الذي يبعث في السق الحياة يعني التوقيع هو روح الشيك يبعث في السق الحياة ده نص لفظ محكمة النقد في تعريف الشيك وتوقيعه لابد تخلي بالك أن الشيك يكون موقع أمامك نمرة واحد افرط حد وقع باليد اليسرى لازم يكتبها ملاحظة تحت توقيعه أنه وقع باليد اليسرى لأنه ربما يكون بيحتال عليك هو بيوقع باليمين ويحتال للتوقيع باليسرى فيكتب أنه هو وقع باليسرى دي ملاحظة مهمة جدا أنه يتم التوقيع أمامك فيما يخص التوقيع في حاجة خطيرة جدا بتحصل عملا شفناها كتير في أشغال كتير أما تبقى بتتعامل مع شركة كبيرة ويجي مندوب يمضي لك شيك أو مندوب يجيب لك شيك سابق توقيعه لازم قبل ما تقبل الشيك تعرف أن اللي مضى الشيك هو المختص لأن الشركة فهم موظفين كتير اللي مضى هو المختص بتوقيع الشاكات وهو اللي توقيعه عند البنك ولا لا دي تستوصف منه لو الشيك عليه تاريخين ما أصبحش شيك أصبح أداة اقتمال تحول من أداة وفاء إلى أداة اقتمال الشيك إذا كان بسبب جريمة أو بدون سبب لا ينظر إلى سبب تحريره إطلاقا وما ينفعش نتكلم فيما يخص الشيك غير إن إحنا ندفع قيمته إلا إذا بقى فيه أمر يتوقف صرف الشيك عليه وتقدر ما تصرفش قيمة الشيك وتوقف صرفه إمتى إذا تم الحصول على الشيك بإحدى طرق سلب المال كالسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة وخيانة الاقتمال على التوقيع ودي كلها جرائم وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات وإن إحنا ما تعرضناش للشيك لأن الشيك ما تحصلش التخلي الإراضي عنه فأصبح مش شيك لازم عشان يكون شيك يكون التخلي تخلي إراضي سليم إنما اللي إحنا بنتكلم عليه دلوقتي ده شيك ناتج عن إحدى طرق سلب المال المنصوص عليها في القانون زي الجرائم اللي أسلفناه دي نصائح مهمة جدا وملاحظات مهمة في الشيك يجب أن تراعى ويراعيها الزميل المشتغل يبقى بعد ذلك أن نذكر واقعة أو قضية فيها لغس وفيها تصرف المحامي تظهر أهميته أحد الأشخاص تقدم ببلاغ شيك بدون رصيد ضد أحد الأشخاص ببلاغ إلى النيابة فقدم المتهم دفاعا قرر فيه أن هذا المدعي بالحق المدني أو المجن عليه كان يعمل لديه وقد استولى على هذا الشيك وكان قد تسلمه منه بصفة أمانة لتسليم لآخرين واتهمه بخيانة الاعتمان على التوقيع بالمادة 341 من قانون العقوبات وحققت النيابة الواقعة إذا المدعي المدني المجن عليه في الشيك ترك الأمر عند هذا الحد يبقى القضية اللي هو مبلغ فيها يقدم فيها متهم بخيانة الاعتمان على التوقيع إذا ثبت خاصة وأن المتهم قدم شهودا وشهدت له تحريات المباحث بصحة الواقعة أن هذا الرجل كان يعمل لديه وأنه كان يسلمه شيكات على بياض كما ذكر فيه دفاعه وأكد هذا شهوده فلو ترك المحامي الدعوة على هذا النحو لتحول المجن عليه إلى متهم بخيانة الاعتمان على التوقيع كيف تحل هذه المسألة ونحفظ حق حامل الشيك المجن عليه الجنحة متدولة والبلاغ متداول أمام النيابة تقدمنا بجنحة مباشرة أمام المحكمة بجنحة إصدار شيك بدون رصيد عن ذات الشيك واستخرجنا شهادة من الجدول بأن هناك جنحة متداولة ولا رفعت إلى القضاء بشأن ذات الشيك وفي هذه الحالة القانون يمنع على النيابة الاستمرار في فحص هذه التهمة لأنها وصلت إلى القضاء فيمتنع عليها الاستمرار فيها باعتبارها جريمة إصدار شيك بدون رصيد هنا تقدم المتهم وطعن على الشيك بالتزوير صلبا وتوقيعا فظهر دفاعه مختلفا متناقدا في النيابة قرر أنه خان الأمانة وخان التوقيع ثم في المحكمة قرر أنه مزور عليه صلبا وتوقيعا وهذا الدفاع يضحض هذا الآخر دفاع متناقض ظاهر الفساد انتهى الأمر بأن قضي في بلاغ النيابة قدم المجني عليه متهما في خيانة الاقتمان على التوقيع وصار المتهم مجنيا عليه وقدمت القضية لنفس زاد الجلسة قضية الشيك التانية انتهى الأمر بأن المحكمة أصبح قدامها جنحتين جنحة إصدار شيك بدون رصيد والأخرى خيانة الاقتمان على التوقيع إذا ثبتت خيانة الاقتمان على التوقيع برئ المتهم من الشيك إذا انتفت خيانة الاقتمان على التوقيع ثبت حقه في الشيك وبرئ من خيانة الاقتمان على التوقيع وهذا ما اقتنعت به المحكمة وبرأت المتهم في خيانة الاقتمان على التوقيع وقضت على المتهم في الشيك بالحبس سنتين دي تخرجات يقوم بها المحامي لضبط موقف موكله طب التخرجات دي تقدر توصلها ازاي وتحققها ازاي يلزم انك تكون متابع قضيتك متابعة جيدة جدا متابعة التحقيقات متابعة جيدة جدا تبدأ تتحسس وتستشرف ما سيحدث غدا ما تنبئ عنه الأوراق بعد ما تم من إجراءات وده اللي تم واللي احنا عملناه وانتهى بان القضية قضي فيها بهذا الحكم ازا احنا عايزين نؤكد ان الشيك كان نخودي سواء بسواء لابد ان يدفع سمنه ازا ما حررنا شيك يلزم انك انت تتراجع الشيك من الموكل بتاعك وتاخد منه صورة ممضة عليها منه بان هذا الشيك صادر منه لمكتب حضرتك لاتخاذ الاجراءات القانونية وتحتفظ بها في ملفك تحسبا لاي مشاكل تطرأ بينك وبينك حاجة تانية ملاحظة مهمة في التخالص انصح بانك لا تتخالص بالتوكيل ويحضر المدعي بالحق المدني او صاحب الشيك للإقرار بالتخالص لان احنا وجدنا في بعض الاوقات ناس بتكلف الاستاذ المحامي بالتخالص ثم بعد ذلك يقول له لا انا ما اتخالصتش وانا ما كلفتكش بالتخالص وانا ما عرفش انت اتخالصت ازاي ثم يلجأ للقضاء ضده ويقدم ضده بلاغ خيانة امانة بموجب عقد الوكالة اللي بينه وبينه فيعفيك من كل هذا اما اقرار كتابي منه بالتخالص او انه يحضر بنفسه للتخالص في الجلسة ضرقا لمسئوليتك ان شاء الله في كل حلقة هنعمل جريمة نتكلم فيها نوضح فيها الامور العملية اللي بتقابلنا عشان نعرضها على حضراتكم ونعرض عليكم بعض المشاكل وحلولها فيما نعرض له مختصرين بين الوجيز والتبسيط في الوسط مراعينا في ذلك ضيق اوقاتكم وانشغال بالكم وتقلب احوالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى